لا إله محمد رسول الله لا إله محمد رسول الله القائل في كتابه العزيز إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبئهم بإحسانٍ إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ومن يتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ويرزُقُه من حيث لا يحتَسِب أما بعد أيها الناس فلا شك أن رمضان المبارك شهر الانتصارات والعزة والكرامة ففيه كان يوم بدرٍ وأول معركة فاصلةٌ بين الحق والباطل حيث أكرم الله سبحانه المؤمنين بنصره من عنده على قلة علدهم وعدتهم وأنزل سبحانه إليهم الملائكة تأييدًا لهم وبثًا للتمأنينة في قلوبهم حيث يقول وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الحمد لله ربِّ الْعَلَمِينَ من بعد السلام أمِئَ اللَّهُ تَعَلَى تَنُوْكَ وَلَنْيُمَنْدُوهُ فَاتَّقُوا اللَّهُ تَعَلَى تَنُوْمِيَ لَحَلَا بِلَانْتُمْ أَذِلِنْكَ اللَّهُ تَعَلَى مِنْكُوْتَمَاكَ وَكُمَكَ وَنَ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ إِلَهُ الْاَلَا basicِّ مَامُونَ واللَّهُ تَوْتَمْ يَاbauِ وَاللَّهُ تَمْحِโ کُا بِلَحَلِيَوْتِبَلَ لَيَّا قِwhile ل outputs وكلم يتفقى ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر